اشتركوا في القناة كل الأسئلة دي هنجيوب عليها فقرتنا النهاردة ان شاء الله مع عظيفيني مشرفني ونورني في الاستوديو دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا شيف خلينا الاول بقيت بستنى ان انا اطلع معاكي للسبب اين السبب الاولاني فعلا بوجودي ما حقيقي بيفرق في حالة المزاجية ربنا يسعدك يا دكتور السبب التاني ان انا اكل الاكل بتاعك يا رب يتشرف فينا فاكل اكل طعم وحلو بصح على فكرة يا رب يسعدك يا دكتور تدشرف فينا خلينا اول بس فريل عدد بتحقيق لازم اشكره ربنا اكل ان هو بيتناول موضوع النهاردة من اهم الموضوع اللي ممكن نتناولها تمام ولو بتفكر الحلقة اللي فاتت كنا نتكلم على الثقافة الغذائية والنظام الغذائي مظبوط خلينا نقول ان الثقافة الغذائية مصطلح عام واشمل من النظام الغذائي صحيح بمعنة اخر ان انا النهاردة لو ادتك نظام الغذائي وانت معنكش الثقافة الغذائية ممكن لنفسك انت ما بتنزلش مع ان انت ما بتاكلش بس ما بتنزلش لشان كده احنا النهاردة هنتكلم على حاجة هي شيء اساسي في الثقافة الغذائية طب يعني ايه القصص ان المفوض بقى الواحد يلتزل بيها يا دكتور هنتكلم على حاجات زمان كنا بنعملها ودلوقتي بطلنا نعملها وكنا زمان كنا بنعملها على فكرة بالفطرة يعني مثلا لما نتكلم على عدد ساعات النوم والنوم العميق زمان كنا بنعمل كوي استمعل ساعات صحيح خلي بالك وبنصح بدري صحيح كنا بنعمل بدري لسبب التلفزيون كان بيخلص بدري خلق لو تفتكي التلفزيون كان 10-11 وكنا بنعمل بنصح الصبح الساعة 6-7 صحيح فهنا بتفرق لان معروف ان انت لما بتنام بدري وبتصح بدري بتلاقي ان معادات الحارة عندك بتزيد وفي تجربة لو السادة المشاهدين اعملوها لو هو وزن نفسه ويثبت كل الفاكتورز كل العوامل لو وزن نفسه ونام عدد ساعات نوم عميقة بدري وجي وزن نفسه دون يوم الصبح هينزل مثلا كيلو مثلا بدي مثال لو جي وزن نفسه بس ما نمش عدد ساعات نوم كفاية ونوم عميق هين نفسه نوم ما خسش لان معادات الحارة معروفة ان هي بتزيد مع عدد ساعات النوم اللي هي من ستة لثمانية ونوم عميق ليه رقم واحد رقم اثنين معاد الوجبات زمان كان دايما نفطر مع بعض الصبح الساعة سابعة وكان في قد دوات بأساسية دوكتر كان شيء مقدس الغداء وتلاقي العاشة على الساعة سابعة تمانية بالليل فإذا انت موعيد أكلك كانت ثابتة صح دلوقتي أصبحت موعيد الأكل مش ثابتة على فكرة دونوا نوعها الثقافة الغذائية زمان لو تفتكري تلاقي كل واحد في البيت كان بيعمل حاجة في الأكلة ممكن تلاقي الأب بيعمل السلطة الأم بتحضر الأكل مشاركة دايما ده كله من الثقافة الغذائية خليب لك أنت بتأهل معدتك خليب لك أنك هتاكلي صحيح يبقى أنت لما بترتب أكلك بنفسك ده بيأهل معدتك وبالتالي ما بيقلل أنك تبقى عرضة للسمنة المية دي شيء أساسي وهفكرك بمعادلة المية عشان تعرف عدد الكبيات أنا ما بكلمش على عدد لترات وليه بنقول كبات ما نقولش لترات هنعرف دلوقتي كنا بيجيب وزنك وتقسمه على تمانية يبدي عدد الكبيات اللي أنت محتاجة في اليوم على حسب كل وزن كل شخص أنت وزنك تمانين تقسم الثمانين على تمانية هitable عشر كبيات تخذهم على مدار اليوم تخذوا على ما يبقى؟ على مدار اليوم ولليهم تأسيمة صحيح أنك ت fasting كباتين قبل الفطار كباتين قبل الغذى كباتين قبل العاشة كباتين ما بين الفطار والغذى وأكباتين ما بين العاشة مبین الغذى والعشة يبدي العشر كبيات ليس عدد لترات لأنه ممكن واحد يقول لك إيه أنا بشر بلترين في اليوم بس إيه بيأخدهم مرة واحدة لا أنا عايز أقسم سأقسم دي ليها فاعلية ده طبعا ودي لازم نربطها بالإيه بالألياف كويس لأن مهم جدا أن أكلك يبقى فيه ألياف وعلى فكرة أول ما أقول الألياف ما قادر شمسك نفسي عن بيستا لازم أقول بيستا يعني أول ما أقول الألياف لازم أقول بيستا على طول لأن بيستا هي مصدر أساسي من مصادر الألياف ألياف طبيعية بقى يا دكتر ما فيهاش أي مشاكل ألياف طبيعية وبصورة سهلة أيوة يبقى هنا الألياف من ضمن الحاجات الأساسية عشان تزبط وزنك ودي من ضمن الثقافات اللي احنا مع الأسف شهيد بقيتش موجود دلوقتي نتيجة للفاست فود اللي بقى منتشر جدا وعلى فكرة هتلاقي الموضوعات ما كانتش موجود زمان زمان كان أكلنا بيبقى فيه ألياف وكان الفاست فود مش موجود دلوقتي المعادلة تشقلبت بقى الفاست فود موجود والألياف ما بقيتش موجود وعشان كده بيستا دخلت دخلت بتقولك أنا هرجعك لزمان تاني هرجعك إزاي تاخد الألياف لقوا سعرات أقل بقى من الطبيعي يعني لو ناخدها في العايز هتبقى سعراتها عالية يا دكتر الله ينور على حضرتك صح كده على فكرة دي بص إن شانا بمرة قلت لك بيستا هتلاقينا دايما بتدينا معلومات حقيقي النهاردة أضفت أنت معلومة لينة جديدة إيهية خلي بالك أنا هتديك الألياف بس نفعش صوات حرية عشان كده لما تيجي تكلمة على الألياف لازم تقولي بيستا ولازم تقولي أن هي فيها ألياف زوابة وألياف غير زوابة وبعض الأناصر الجسم محتاجها في عمليات الحر ألياف يعني أنا بتكلم على الشوفان والسيليم دي اللي بيسموها الألياف الزوابة وبتكلم على ردة الأمح اللي هي الألياف الغير زوابة طيب إيه علاقتها دي بقى بالرجيم خباجي حد الكل ده ما عاملين نكلم في ثقافة ما كناش نظام جزائي أنا بكلم في ثقافة جزائية نحن نفهم الله يناور أحدك لا الياف الزوابة يعني باخدها تنفيش المعدة لأنها بتعمل مادة علامية فبالتالي كمية الأكل اللي المعدة محتاجها بتقل فبالتالي أنا قللت الصورات الحيرية اللي أنت أخذها صحي كده بصورة طبيعية ومش كده وبس بتحسن من حساسية الأنسولين للكلوكوز اللي موجود في الدم واتفقنا للكلوكوز ده الزيادة منه هي اللي بتترصب على هيئة الدهون صحيح شوفوا بست عملت إيه بستقللت شهية وقلت كميات دي رقم واحد رقم اثنين زودت من معدلات الحر رقم ثلاثة إن هي بتقل من مستاصي الدهون يبقى هي عملت ثلاثة حاجات دي الألية اللي هي وفي الزوابة نروح للأغياف اللي هي الغير زوابة اللي هي عندنا ردة الأم بتتحرك من المعدة للعماء في صورتها فبتخليك تخش الحمام بصورة منتظمة وطبعية عشان كده البستا من المريض اللي هو عنده امسك ياخد بستا وعلى فكرة من أول جرعة هيحس باللي أنا بقوله لك ده أو اللي عنده مشاكل في القرون العموة أو اللي عنده مشاكل في قرونه أو اللي عنده مشاكل في قرونه اللي هو بيعاني من الغازات الكتير ده برضو على فكرة اللي بيحمل بقى اللي هو بيسموه هنا النظام الغذائي مش الثقافة الغذائية بيجي له بيعاني من هذه المشاكل بستا حلت له هذه المشاكل طيب نروح بقى الصناعة ما يفعش بستا لازم أكملها يعني أنت عارفة حماس البستا وتجربت لها فيها برضو ثلاث عناصر تانية للكروميوم 50 ميلي جرام ده بيزود من حرق النشويات النشويات اللي هي في الآخر بتوصل للصورة بسطة عادتها الكوليكوز اللي هي بترسم على هي الدهون في الجسم الكروميوم تاني حاجة بتزود من حساسية الأنسولين للسكر ده كروميوم اللي هي 50 ميلي جرام واتفاقنا أن أكبر تركيز موجود في أي مستحضر داخل مصر موجود في بستا تاني حاجة فيتامين سي فيتامين سي بيزود من عندنات الحر وده الجديد في فيتامين سي بالإضافة أنه بيزود من مصص الحديد وبيقوّل مناعة نيجي لآخر حاجة للكارنتين للكارنتين ده على فكرة للكارنتين ده نوعي على البروتينات مش تقم البروتين وعلى فكرة البروتين مهم جدا ليه بقاه لأن البروتين بيديك إحساس بالشبع عشان كده في النظام الغذائية لما دي نظام الغذائية بيقول لازم تأكل بروتين ليه ياخد بروتين عشان البروتين بيديك إحساس بالشبع اللي بستا عملته لي غير اللي الكارنتين بيحر الطاقة اللي موجودة في العضلات فبيزود الحرق الداخلي يبقى بستا لازم أقول عليه في الآخر إيه زبست ودام قلت بستا عشان ننهي بس حت الألف عشان نرجع التاني لصقاف الغذائية جربة بتاعتها بسطة جدا بتجيب كوبات مية عشان كده نربط الألياف بالمية لازم نشرب عدد معين من كوبات المية لأنا هتدالك بقى كمان معها بستا يبقى الكوبات اللي بتاخدها أو الكوباتات بتاخدهم قبل الغداء أو قبل الوجبة الأساسية بتاعتك تحطوا عليهم بستا خاصة أنها طعمها كويسة وطعم التفاح وتشربهم يبقى أنت عملت دربة تحصلين بحاجة خدت عدد كوبات من المية اللي انت محتاجها في اليوم الحاجة التانية اديتك ألياف فبالتالي هتديك إحساس بالشبع ومش هتجوع ومش تاكل كميات كبيرة طي